انت محتاج تشتغل كم يوم عشان تشيري الايفون 15 الجديد من الاخبار الطريفة اللي جابتها جريدة 20 دقيقة سويسرية ان في موقع هسيبلك اسمه في الوصف مع مصدر الخبر عمل دراسة او بحث عن انت محتاج تشتغل كم يوم عشان تشيري الايفون 15 الجديد والدراسة دي اعتمدت على متوسط دخل الفرد في الدولة اللي هو عيش فيها يعني الفرد محتاج يشتغل كم يوم عشان يقدر يشتري الايفون وبما ان سعر الايفون حاليا بيتراوح من 850 فرنك سويسري لحد 1300 فرنك سويسري فهم اختاروا الايفون 15 برو واللي سعره حوالي 1100 فرنك سويسري واختاروا مجموعة من الدول منها سويسرا ألمانيا كندا أمريكا برازيل تركيا جاي في المركز الاول الدولة اللي انت محتاج تشتغل فيها 4 ايام بس حسب الدراسة دي هي سويسرا وجاي في المركز التاني بعد سويسرا امريكا بمعدل 5 ايام شغل انت محتاج تشتغلهم عشان تشتري الايفون 15 وفي المركز التالت كانت استراليا بمعدل 6 ايام شغل وفي ألمانيا انت بتحتاج تقريبا حسب الدراسة دي 9 ايام عمل او شغل عشان تقدر تشتري الايفون 15 الجديد وفي فرنسا 10 ايام وفي البرازيل انت محتاج مدة اطول تشتغلها عشان تقدر تشتري الايفون 15 وهي شهرين عمل عشان تقدر تشتري الايفون 15 اما تركيا فانت محتاج تشتغل 123 يوم تقريبا بمعدل 4 اشهر عشان تقدر تشتري الايفون 15 خبر تاني من مدينة سيون عاصمة كانتون فالس في السويسرا ان في مجموعة من النشطاء من منظمة اسمها رينوفيت حوالي 14 شخص من المجموعة او المنظمة دي منهم اربع اطفال نزل يوم السبت وقاموا بابطاء حركة المرور في الشارع وده الهدف منهم ارسال صوتهم للمسئولين لتعبرهم عن غضبهم تجاه سياسات الدولة في معالجة قضية الاحتباس الحراري في الفترة الاخيرة والمسيرة دي كانت التالتة في خلال اسبوع واحد والمعروف عن مجموعة او منظمة رينوفيت انها كانت بتقفل الشوارع بشكل كامل انهم بيعودوا في الطريق وبالزوق ديهم في الارض وبيقفلوا الشارع بشكل كامل لكن المجموعة دي غيرت السياسة بتاعتها عشان ما يضروش الاشخاص اللي سيئين عربيات على حد تعبرهم وبدأوا ان هم يمشوا ببطء في الشارع قدام العربيات عشان مش يعطلوا المرور بشكل كامل لا يبطقوا المرور ودي وجهة نظرهم هما والموقع الرسم التاع رينوفيت اعلن ان هما هيفضلوا يعملوا التظاهرات دي لحد نص شهر اكتوبر الحالي لسنة 2023 مصدر الخبر ده انا سيبهه لك في وصف الفيديو ولو انت عاوز تعرف اكتر عن مجموعة رينوفيت هتلاقينا على قناة عملنا فيديو كامل عن مجموعة رينوفيت ايه هي توجهتهم مكانهم فين ليه بيعملوا كده ليه بيعطلوا الشوارع تقدر تشوف الفيديو ده هسيبهه لك في الوصف تحت الفيديو خبر تاني عن كلين اوب دي او يوم التنظيف في السويسرا ايه هو يوم التنظيف ده فيه منظمة في السويسرا اسمها IGSU ووظيفتهم مكافحة رمي النفايات في الشوارع وبينظموا يوم او يومين كل سنة كل الناس بتشارك فيه ان كان اطفال ان كان شباب سياسيين او مشاهير او اعلاميين او رياضيين وبيشاركوا في اليوم ده انه هم كلهم بينزلوا في مناطق مختلفة وفي مدن مختلفة وفي اماكن مختلفة وبياخدوا معهم اكياس فاضية وبيلموا القمامة اللي في الشوارع اللي بتبقى ممكن في الغبات اللي بتبقى على البحيرة مجموعات دي وبيقدروا ان هم يلموا القمامة من الاماكن المختلفة واليوم ده تعمل السنة دي في سويسرا يوم 16 و 17 سبتمبر الحالي وبتتوقع المنظمة بالعدد الكبير من المشاركين السنة دية ان هم يقدروا يتخلصوا من عدة اطنان من النفايات والسنة دي 2023 كانت لارا دينك مان لعبة كرة القدب للمنتخب السويسري النسائي كانت هي من اول المشاركين في اليوم دوت كاحد المشاهير ومتواجدة مع الاشخاص وهما بيجمعوا القمامة من اماكن مختلفة خبر تاني عن نفق جوت هارد اللي كان مقفول في سويسرا في الايام الماضية بسبب بعض الاصلاحات فيه تم اعادة فتح النفق مرة اخرى ابتداء من يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر امام حركة المرور ولكن هيكون الحد الاقصى للسرعة 60 كم في الساعة شركة ميجروز المشهورة في سويسرا اصدرت بيان او تحذير بعدم استهلاك احدى منتجاتها السمكية لانها ممكن تكون بتحتوي على الليستيريا وبيطالبوا العملاء اللي اشتروا منتج السمكي ده اعادتوا مرة اخرى للمكان اللي اشتروا منه وعدم استهلاكه كاجراء احترازي والمعروف ان عدوى الاستيريا مرض بكتيري بينتقل عن طريق الغذاء وبيكون خطر جدا على الحوامل او الاشخاص اللي هم اكبر من 65 سنة والمصابين بضعف الجهاز المناعي ده المنتج اللي الشركة بتحذر منه بتاريخ الاستهلاك حتى 5 اكتوبر 2023 هسيبلك في الوصف تحت الفيديو مصدر الخبر هتلاقي كل البيانات عن المنتج دوت اللي المفروض المستهلك يرجحها علشان انت لو اشتريت المنتج ده بالفعل تقدر تتأكد من التفاصيل بتاعته من الخبر اللي انا سيبولك في الوصف أسفل الفيديو دي كانت كل الأخبار اللي جمناها لكم النهاردة مع السلامة